الله، يا الله، يا الله، يا الله يا الله الله أما بعد فاعلموا أنه في هذه الدنيا أشياء أصلها من الجنة منها مقام إبراهيم عليه السلام فقد جاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في تفسير الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنه الحجر الذي تعرف الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتين بعد الطواف وفي البخاري أنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم عليه السلام حين ضعف عن رفع الحجار التي كان إسماعيل عليه السلام يناوله إياها في بناء الكعبة وغرقت قدماه فيه قال أنس رضي الله عنه رأيت في المقام أثر أصابعه وعاقبه وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم كما حكاه القشيري يقول رب العزة في محكم كتابه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجر فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إبراهيم عليه السلام وبنائه للبيت وعندما أكمل إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة قال لابنه إسماعيل إيتني بحجر حسن أضعه على الركن فيكون للناس علما فأتاه جبريل الأمين عليه السلام بالحجر الأسود فأخذه ووضعه موضعة وبعد أن فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام مع ولدي إسماعيل أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج قال الله تعالى في القرآن الكريم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقد فضل الله عز وجل هذا الحجر ونوه بذكره من جملة آياته البينات في سورة آل عمران بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم عليه السلام وأن الله عظمه وشروفه وقال مجاهد تلميذ بن عباس رضي الله عنهما أثر قدمي إبراهيم في المقام آية بينة وأمر تعالى بأن يصلى عنده فقال سبحانه في كتابه العزيز وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى لَقَدْ جَعَلَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى بيته المعظم مثابة للناس مرجعا للناس ومجمعا لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاة يثوبون إليه يأتونه ولا يقضون منه حاجتهم ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه كلما رجعوا إلى أهليهم رجعوا إليه حبا وشوقا وابتهاجا إليه تشتاق الأرواح وفيه تتعاظم المسرات والأفراح هو أمان الناس وسلامتهم وراحتهم وتلزذوا بعيشه وبركته وقد روي عن عبد الله بن عمر أيضا أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة الركن والمقام يا قوتتان من يواقيت الجنة لولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب أخرجوا أحمد وابن حبان والله أعلم وأحكم ربنا اخفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين